قال المرشد الإيراني علي خامنائي أن أعداء إيران يشعرون بالانزعاج من القدرة التي أظهرتها طهران مؤخرا على المستوى الدولي معتبرا أن الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل هي أمر ثانوي ودع خامنائي خلال لقائه عددا من قادة القوات المسلحة الإيرانية إلى مواصلة التطوير العسكري الإيراني بالتزامن مع رصد أساليب الأعداء بحسب تعبيره أن يتحدث الطرف الآخر عن عدد الصواريخ التي أطلقت وأيها أصاب أهدافه فهذه مسألة ثانوية فالمسألة الأصلية هي أن قدرة الشعب الإيراني والقوات المسلحة وإرادتهما ظهرتا في ميدان دولي مهم وهذا ما جرى إنما انطلقت دربة غير راض عما حدث انطلاقا من هذه الزاوية